للمسيد حول انهيار الدنار والفساد الحكومي في العراق وآثاره على حياة المواطنين ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي سيد رفعة الزبيدي مرحبا بك معنا أهلا ومرحبا حياكم الله حياكم الله يعني أزمات اقتصادية متتالية يعيشها العراق منذ عام 2003 آخرها أزمة انخفاض الدنار والحكومة لديها تبريراتها بالخصوص كما تعلمون لهذا الوضع الاقتصادي المتردي وخاصة لموضوع انهيار العملة كيف تقيمون تبريرات الحكومة وتعاطيها مع هذه المسألة نعم شكرا جزيلا السلام عليكم وعلى سادة المشاهدين لقناة الرافدين حقيقة أنا كنت أتمنى أن يكون معنا أيضا خبير اقتصادي لنتوسع في البحث في هذا الموضوع مشكلة العراق بعد العام 2003 هي لا تنحصر في قضية الفساد المالي والإداري بقدر ما تتعلق ببنية النظام السياسي الجديد بعد الاحتلال الأمريكي في العراق والذي بني على أساس المحاصصة الطائفية مرة وكذلك المحاصصة السياسية أو الحزبية وبالتالي توزيع المسؤوليات والمواقع في مؤسسات الدولة هو الذي أضعف الجانب الرقابي مثلا على مسألة الرقابة المالية كذلك التخطيط فيما يتعلق بالموازنة أو التخطيط للسياسة المالية للدولة العراقية مثلا خلال هذه السنة أو خلال الفترة الأربع سنوات لإدارة الدولة من خلال مثلا رئيس وزراء جديد ينتخب هذه هي المشكلة لكن السؤال المهم المتعلق في هذا الملف ملف الفساد المالي والإداري في العراق من المستفيد في هذا الموضوع؟ من هي الدول التي صاحبت المصلحة في أن يتحول العراق إلى دولة فاشلة تحاط ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الفساد المالي والإدارة من خلال سير الأحداث التي جرت في العراق بعد العام 2003 وإلى الآن تبرز دولتين مهمتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المستفيد الأكثر من ذلك هو إيران لكن لو نعود إلى التاريخ قبل العام 2003 وفي فترة العقوبات الدولية الجائرة التي فرضت على العراق نتيجة احتلال الكويت عام 1990 نجد أن إيران إذا لديكم هذه المعلومات كانت تسرب العملة العراقية المزورة إلى العراق عن طريق الأهوار التي كانت خاضعة إلى سيطرة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة محمد بقر الحكيم آنذاك وكان يتم تهريب كذلك الدولار بل حتى الذهب العراقي وبسبب ضعف قوة نظام صداع حسين آنذاك لأنهكت حقيقة العقوبات الاقتصادية استطاعت إيران أن تنجح في هذا يعني تاريخ إيران في هذا الجانب الاقتصادي لتدمير الاقتصاد العراقي وبالتالي فرض الهيمنة على الاقتصاد العراقي هو يعود إلى الممارسات الإيرانية السابقة بذلك إلى تخادم المصالح الأحزاب الإسلامية الحاكمة طيب هذه الكارثة الاقتصادية في العراق التي تزداد عمقا بسبب الفساد وتهريب العملة يعني بين أدوات إيران وبين مظاهر هذه الأزمة أستاذ رفعة نريد أن أتحدث أكثر في الحقيقة عما تقوله ميدل إيست آيعز على سبيل المثال وصحف أخرى كثيرة يعني حول هذه الأدوات مرة أخرى وحول مظاهر هذا الفساد أو الإفساد في الاقتصاد العراقي كيف يمكن أن تحتمل دولة بحجم العراق كل ما يجري فيها من عبث اقتصادي بهذه الطريقة حضرتك تطرقت إلى مسألة ما ينشر الآن في وسائل الإعلام الدولية في موقع اقتصادي أمريكي أشار إلى نقطة جدا مهمة ولاحظ العبارات التي يستخدموها كان اللغز بالنسبة للحكام الفاسدين في العراق يتمثل دائما في كيفية إخراج ملياراتهم المسروقة من البلاد ولو تذكر حضرتك في نهاية فترة حكم مصطفى الكالومي تم عدم تجديد العقد مع شركة جي فور اس البريطانية التي هي شركة أمنية بريطانية فيما يتعلق بتأمين أمن المطار فيما يتعلق بفحص الشحنات التي تغادر مطار بغداد وطبعا أعطيت إلى شركة جديدة كندية تاريخ تأسيسها يعود إلى الفين وعشر بينما شركة جي فور اس البريطانية كانت تغطي خدماتها بتسعين دولة من خلال المعلومات المتوفرة عن هذه الشركة وهذا يعني أن مصطفى الكالومي هي الأجواء الأمنية والرقابية المناسبة له من أجل تهريب المال ماذا عن الحكومات السابقة فيما يتعلق بعادل عبد المهدي كذلك حيدر العبادي الذي كان يعتبر من صقور حزب الدعوة والذي أشار في كلمته الافتتاحية لتوليه رئاسة الحكومة خلفا لنور المالكي وتخيل سيد رفعة معذر مقاطعة لضيق الوقت تخيل أن الحكومة رغم هذا التهريب المستمر للأموال لخارج العراق تقول بأنها تنصب عربات سونارة على مداخل المحافظات لكشف العملة أو الأموال المهربة يعني كيف تعلقون على مثل هذه الأخبار هذا هو نوع من التضليل الإعلامي على تغطية الفشل هم لا يستطيعون أن يقولون بأننا نحن لسنا برجال دولة تقود دولة عظيمة مثل العراق العراق بإمكانياته أعطيك مثال هل تعرف أن أبسط مثال طبعا أعطيكه ووفق معلومات دقيقة تعود إلى العام 1993 وعندما حدث النزاع السمي بنزاع الأشقاء الكردي الكردي بين الحزب الديمقراطي والسلام والاتحاد الوطني على قمرق إبراهيم الخليل فقط معبر إبراهيم الخليل في تلك الفترة كانت واردات المالية تعادل ميزانية المملكة الأردنية الهاشمية يا أهل العراق هذا يعني أن من استلموا العراق بعد العام 2003 هم ليسوا برجال دولة هم مجرد رجال حسينيات مع احترامي إلى هويتنا الإسلامية أو المذهبية لكنهم ليسوا برجال دولة ولذلك تراكم هذا الفشل وبالتالي سيؤدي إلى هذا الوضع نقطة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها نظام رقابي متشدد خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذه نقطة مهمة وإذا لاحظت أن فضيحة القرن أو سرقة القرن يتعلق بهيئة الضرائب يدخل ضمنها الشركة الصينية يعني المحور الصيني الروسي الإيراني الذي يهدد المصارح الأمريكية معقولة أمريكا التي ضحت بجنودها 3000 وكذلك أموال نحن الدافعي الضرائب الأمريكان تذهب هكذا السودان بدون أن تكون لها الإجراءات ويبقى هذا السؤال مفتوحا لأننا لا نجيب عليه في اللقاءات المقبلة سيد رفعة الزبيدي الكاتب والبحث السياسي أشكرك جزيلا على بقائك معنا